ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم أيها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها عيد مبارك طوبة ثم طوبة ثم طوبة لمن آمن وآمن صالحا ويل ثم ويل ويل على من انحرف عن طريق الحق الذي نذر من السماء لأجل إصلاح بني آدم أن يكونوا مؤمنون مسلمون ومصلحون نقول أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد الضعيف أحب أن أخاطب الناس على مجب أمر سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلوات الله والسلام عليه الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة سبحان الله العلي العظيم الله الأكبر والأكبر الله الأكبر الله أكبر الأكبر الله أكبر الأكبر سبحانه وتعالى ربوا السماوات والأراضي ربوا الأرش العظيم الله أكبر رب العرش العظيم. أيها المؤمنون أيها الناس منسوبون لعالم الإسلام اتقوا الله وأطغئوه ثم وآمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظموه وكرموه واتبعوا سبيله تنجي في الدنيا والله جل وعلا يعفو عنكم يوم القيامة يوم الجزاء يا ربي عفو عنا يا ربنا أهلا وسهلا أيها المستمعون حقيقة توبى لمن عمل وعمل صالحا وغيل للذين كفروا وانحرفوا عن طريق حق الذي ملغه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 لهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أيها الأولماء والصلحاء. أجدوني ، أنا عبدهم ضعيف ، لكن أنتم قادرون اتبعوا سبيل الرشد. أيها المسلمون ، أيها الملوك رئيسات دول ، رئيسهم ، ملوكهم. إسمعوا وقوم ، فإذا وعيتم فأنتبعوا. الله سبحانه وتعالى أنزل أنزل من السماء إلى حبيبي عليه الصلاة والسلام. شريعة ، كما أنزل على سابقين من الرسل الكرام شرائع لهم لأجل أمتهم. أمتهم ، الذين هم اتبعوا شريعة الرسل نجوا دنيا وفازوا في الآخرة. أمتهم ، أيها العلماء ، والملوك ، والعالمين ، ما بالكم ، هناك حق ، ما أنزل على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم من الشرائع الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله. كل الشريعة من عند الله ، موافقاً لقوم من الذي أرسل لهم نبي ، موافقاً لهم. ولذا صار عدة شرائع نزلت من عهد سيدنا آدم إلى عهد سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بالكم أيها الملوك ، شرائع الذي أنزل من السماء إلى الأرض إلى الأنبياء عليه السلام. كيف نظركم نظركم لشرائعهم؟ كان مهور الشرائع العدل والإنسان. في طائد القربة ونهي عن المنكر. هذا أصل الأصول في العدالة في الحكم. كلهم على قدر إمكانهم أو إمكاناتهم اتبعوا واشتهدوا لإجراء لأن يحكم بما أنزل الله عليه من السماء بواسطة جبريل عليه السلام. وإذا صار شرائع يعلم عدد الشرائع إلا رب العزة وسيدنا جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح؟ قل المعو أسر كلامنا لذلك يصدق توبا لهم ثم توبا ثم توبا ثم توبا. سؤال 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 شريعة الله لأجل تنظيم أمور الحياة بشر في الدنيا. هكذا؟ لا الله هكذا. كل نبي قد أرسل لتنظيم حياة البشر في زمانه وعهده أن يكون البشر سعيدين موفقين ممدوحين دنيا وأخرى. نعم. سؤال عدة شرائع قد أنزل على الأنبياء عليهم السلام. وصل الأمر إلى نبي آخر الزمان سيد الأبوالين والآخرين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سأل عدة شرائع سؤال لأهل العلم السراء سيدنا إن الشرائع من الإنسان تم المفتوصة كل نبي الزمان أن نبدأ من أعضر من الشرايا ، نفتخر ، فليفتخر ، توبه ثم توبه ، ثم توبه ، يفتخر بالشريعة التي انزلت للسيد الأولين والآخرين حيث هو بلغ أكمل الشرايا ، أيها الهومكا ، أيها الجهلة التي سموه المسلمين ، يدورون أو يدورون أن يجدوا شريعة أكمل من شريعة التي الله أنزل على حبيبي عليه الصلاة والسلام . أعباليكم ، ذلك أصل الكفر ، أنتم سلقتم تاريخ الشيطان ، عدم الكفر ، هذه مجالة فيه ، ما يقولون العرب ، أنتم سلقتك الشيطان ، أنتم سلقتك الناس ، هذا جيد ، وكل ركضوا وراء هذا النجاسة ، ماذا يحدث ؟ أيها المسلمون ، أنتم تركتم طريق الحق ، لكن تركتم ، غلط ، هنا طريق الحق ، بيض من النهار ، وتدور من شان الدموكراسية ، هل لأصل الكفر ، وقصده أن يهدم الإسلام ، ما عندكم فكر ، يا علماء ، يا صلحاء ، ما باقي كلام ، أيها الناس الذين هم يريدون أن يملكوا زمام الأمم ، تباهم بزمام الذي يستعملون أهل المغارب للحيوانات أن يحكموا عليهم ، وهذا أكبر بسيس الذي كفرت البجرة أهل الصليب ، لا يزال وراء تخريب الإسلام ، ويريدون أن يمهو الإسلام عن وجه الأرض ، كلا ، يريدون أن يكون لا شيء ، وإسلام ، راية الإسلام ، لواء النبي عليه الصلاة والسلام ، يريدون أن يرتفع في مشارك الأرض ومغاربها ، أيها المؤمنون ، كلكم مسؤولون ، فاستعملوا لواء الرسول صلى الله وسلم في بلادكم ، ومغاربها ، فاستعملوا ، فاستعملوا لكم صداكة ، وعبّة ، كذباً ونفاقاً ، فاستعملوا من مقائد الشيطان ، وتمسكوا بشريعة الله ، التي أكمل الشرايع ، أعطى لنبي عليه الصلاة والسلام ، تنجون ، تفوزون ، توتنمون دنياً وأخرى ، ويكون وجوهكم بيض ، وتكونون أهل السعادة يوم القيامة ، وتنجوا من عذاب الدنيا ، وعذاب الآخرة ، هذا كفاية ، أيها المؤمنون ، أيها الرؤساء ، إذا ما سمعتم ، جاي عليكم قرباج ، صوت ، صوت ، قرباج نازل عليكم ، ما ذاك مثله قبل من الأمم ، والملل ، والجماعات ، والملوك ، تحذروا ، تحذروا ، ملوك الأرب ، تحذروا ، وأسهاء الأرب ، اتبعوا سبيل الرشاد ، إذا ما في عندكم من يكون رجل رشيد ، كما يقول حق سبحانه وتعالى ، أليس فيكم رجل رشيد ، حق سبحانه وتعالى ، قرآن الكريم ، رجل مؤمن يقول للفراعنة ، ما عندكم ، أليس فيكم رجل رشيد ، يا ملوك ، يا أمراء ، أن يفهموا ما يكون عبد عاجز ، وإن لكم ، هنا وهناك ، توبة يا رب ، توبوا إلى الله ، واشتمعوا ، واشتمعوا تحت نواء الرسول ، لا تقولوا ، نحن هذا 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 ، جعلكم فرق شيطان ، حتى تُكاتلوا ، وشيطان يضحك ، ويطمعوا قلبه ، فليكن مكان الشيطان جهنم ، ايها المؤمنون ، اتبعوا ، صاحب أكبر الشرايع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جيد ، اعفوا يا رسول الله ، اعفوا يا رسول الله ، اعفوا يا رسول الله ، اسألوا العفق لأمتك عند الله ، عند الله ، يا حبيب ، حتى ننجو من غضب الحق ، إن غرار الله لا يتحمله الجبال ، ينهجم ، فهذا خطاب من عبد ضعيف لكم ، إذا هناك واحد يكون هذا غضب ، فليموت حتى الصبو ، ولو ملك ولو أمير ، توبة يا رب ، اكتوبوا إلى الله ، وارجعوا إلى أكمل الشراية ، شريعة الإسلام ، وأوله لا يجوز عالم الإسلام أن لا يكون لهم إمام . إذا فات الإمام ، يجب أن يكون بسرعة يجيب إمام لأمة الحبيب ، ولو بليون ، ولو بليونين واحد واجب أن يكون إمامهم ، أيده الله ، صاحب الزمان ، ونحن نتبع سبيله ، سبيل الرشاد ، فلله الحمد ، أولاً وآخراً عين ، صراً وآخراً ، وآخراً ، وخافوا عنها ، يا رب ، فاطحة ، عبد الضعيف ، هل يفهموا؟ أنت ، أنا عربي غليل ، أبكي ، أبكي لأمة الحبيب ، وأسأله أن يبقى لنا ملكاً ، ملكاً ، نقاتل في سبيل الله ، الله ، الله ، الله أكبر الأكبر ، فلله الحمد ، والصلاة ، ألف السلام على حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، بيض وجوهنا ، قوي ضعفنا ، واحد مننا يكفي الدنيا جميعاً ، تبعوا إن تبعوا ، يا عباد الله ، السلام عليكم توبى لمن ، توبى ثم توبى ثم توبى ثم توبى ، الذي يقبل هذه النصيحة ويل ، ثم ويل ، ثم ويل ، ويل ، واد في الجهنم ، يتعوذ منه صائر أودية الجهنم ، فأحذروا يا عباد الله ، من عظام الله ، سبحانه وتعالى ، يا ربي عبر ، فاتحة. يا عباد الله ، يا عباد الله ، يا عباد الله ، يا عباد الله ، بنا ، شكرا ، يا عباد الله ، شكرا